مواجهات عنيفة شهدتها جبهات القتال هنا في مدينة تعز شرق المدينة وغربها بالأمس حاولت الميليشيات الانقلابية شن هجوم عنيف وواسع على عدة محاور هنا في مدينة تعز خصوصا في الجهة الشرقية حيث قامت هذه الميليشيات بشن هجوم عنيف مصحوبا بالتغطية النارية الكتيفة من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسوفتيل في الهجوم على مواقع تمركز قوات القيش الوطني في معسكر التشريفات وأيضا محيط مدرسة محمد علي عثمان وأيضا القاصر الجمهوري فيما تمكنت قوات القيش الوطني أيضا من التصدي لهذا الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع دون تحقيق أي تقدم يذكر أيضا في الجهة الغربية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات القيش الوطني وعناصر الميليشيات الانقلابية في معسكر الدفاع الجوي وذلك إثر محاولة التسلل أيضا قامت بها عناصر الميليشيات الانقلابية على مواقع تمركز قوات القيش الوطني التي استطعت صد الهجوم أيضا وإجبار الميليشيات على التراجع نعم حمزة إذن لا تقدم مذكور على الصعيد العسكري ماذا على الصعيد الأمن إذا حدثتنا قليلا عن شوارع تاعز الأوضاع عقب الاشتباكات التي وقعت بين بعض العناصر المسلحة الأوضاع الميدانية هنا في تاعز هي يحاول الناس هنا تطبيع محاولة وعيادة تطبيع الحياة بعد حالة الفوضى التي شهدتها مدينة تاعز خلال الأيام السابقة وقراء الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل المسلحة التي تتبع المقاومة الشعبية والتي تم احتواء المشكلة من قبل قيادة المحور تاعز وأيضا حملة ألمنية التي تشكلت أو يمكن القول أنها تم الإعلان عن تشكيلها من قبل قيادة المحور هنا في مدينة تاعز الأوضاع الميداني في تاعز تشهد محاولة لعادة تطبيع الحياة بينما أيضا دعيني أشير إلى أنه اليوم نفذ في جامعة تاعز وقفة احتجاجية نفذها العديد من طلاب وذكاترة الجامعة احتجاجا على الاعتداء الذي قامت به أيضا عناصر مسلحة تتبع فصيل من فصائل المقاومة بالاعتداء على نائب عميد كلية الحقوق هنا في جامعة تاعز أيضا في الجهة المقابلة تم عقد اجتماع عاجل ضم قيادة السلطة المحلية وأيضا بعض كلاء المحافظة وأيضا رئاسة الجامعة وبعض ذكاترة في الجامعة التاعز من أجل احتواء هذه المشكلة وتم الخروج من هذا الاجتماع بأنه سيتم القبض على الجناء الذين قاموا بالاعتداء على نائب عميد كلية الحقوق وأيضا حتى تسليمهم إلى الجهات الأمنية حتى ينالوا جزاءهم وأيضا العمل على تغيير الحراسة الأمنية في جامعة التاعز وتسليم الحراسة الأمنية في بوابة الجامعة إلى إدارة الأمن نعم حمزة ماذا عن الاحتجاجات الأخرى التي أعلنت عنها النقابات العملية والمنظمات المجتمع المدني والتي سوف تبدأ لربما الخامس القادم نعم الإعلان عن تدشين المرحلة الجديدة من مرحلة الاحتجاجات التي مرحلة الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات العملية هنا في محافظة تعز ويأتي استيناف لبرامج الاحتجاجية التي نفذتها في وقت سابق من أجل المطالبة بسرعة صرف المرتبات المتوقفة منذ عشرة أشهر ما يزيد عن سبعين ألف موظف وموظفة هنا في أغلب القطاعات لهم يتسلم مراتبون متوقفة منذ عشرة أشهر وفي الوقت ذاته هذه المرحلة يتأتي من أجل الضغط على الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات في ظل ما تعيشه مدينة تعز من المعاناة جراء الحرب التي تشهدها البلاد وأيضا توقف رواتب الموظفين الذي يزيد من هذه المعاناة ويجعل الأوضاع الإنساني هنا والأوضاع المنشي تتدهور بشكل أكثر